بسم الله الرحمن الرحيم احنا النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا لكل الناس اللي هي دراست الجدوة احنا مش هنتكلم بقى زي ما بيقولوا دراست الجدوة هنتكلم في تفاصيل كتيرة جدا جدا احنا نتكلم في الحاجة اللي هتهمنا بالنسبة للمشروعات الصغيرة اللي هي احنا نتكلم في الفلوس الفلوس اللي هتخش لنا من ايه وهتجب فلوس من ايه فهنتكلم في دراسة الجدوة حتة الفلوس كلمة ازاي هنرد على كلمة ازاي للناس كلها دلوقتي ازاي انا هجيب فلوس تمويل منين ما الفلوس طبعا يا اما انا معايا شخصي يا اما هجيب من البنك يا قرد يا اما من العائلة يا اما هنستلف من الاصدقاء والاقارب فهي دي مصادر الفلوس اللي هي ممكن تشغلني ازاي بقى الفلوس دي هنستفيد منها الاستفادة الاكمل بصرف الفلوس دي في تأسيس المكان وفي تشغيل المكان الكلمتين دول بيفرقوا فانا بعمل الدرسة في حاجة ان كلمة تأسيس المكان انا بجهز مكان من ناحية التوضيب فيه لو هجيب الات لو هجيب ترخيص حسب نوع المشروع اللي انا هشتغل عليه وفيه التشغيل اللي هو لو انا اخدت مكان ايجار ده فبالنسبة لي شهري هدفع الايجار ده هدفع الكهرباء بتاعت شهري هدفع المرتبات الحاجات المشترات والادوات اللي هتساعدني في ان انا طلع المنتج بتاعي وفيه مصرفات طبعا الشهرية والمصرفات الاخرى اللي هي الطارقة لانتقلات الحاجات دي كلها حسب نوع المكان يبقى انا عندي كده كلمة تأسيس دي الحاجة انا بحسبها الحاجات اللي هي بتاخد زي ما بيقوله كده لغة درجة في التجارة اللوكشة كبيرة انا بجهز مكان وباشتري آلات وبعمل ترخيص فالارقام دي بتصرف كده كده تحت اي مسمى كسبت او خسرت لكن الحاجات دي بقى هاي الدرجة اللي بتدفع كل شهر شغالة معايا ما بتقلش دي بتدفع مرة واحدة ودي كل شهر عشان احسب بقى تكلفة الوحدة عشان اقول انا هبيع بكام بشوف المصاريف اللي انا صرفتها دي كام واشوف عدد الوحدات اللي انا انتجتها واقسم عليها في تطلع تكلفة الوحدة اللي انا عايز ابيعها من التكلفة الوحدة دي هبدأ بقى افكر في الكلمة التانية اللي هي الاراض وحط التارجت بتاعي التارجت ده بحط الكمية اللي انا هبيعها اللي انا انتجتها من هنا في السعر البيع اللي انا هحطه وهنحسبه بالطريقة اللي احنتكلم فيها وهنحسبه على حالة ان انا متفائل اوي الدنيا هبيع والدنيا جميلة والدنيا حلوة وفي حالة التشاوم ان انا عايزة لم اللي انا صرفته فالبيع بتاعي هيطلع من الحالات اللي انا كمية البيع اللي انا بعتها في سعر البيع وهنقصها من الوحدات اللي أنا بيعتها دي في التكلفة بتاعتها اللي أنا حسبتها قبل كده ويطلع معي مجمع ربح أو خسارة وإن شاء الله ربح على طول عايز أعمل بقى هامش الربح ما هامش الربح ده ما الفرق مش كل ما بين السعر البيع وسعر التكلفة كله في جيبي لا ما فيه حاجات أنا صرفتها في التأسيس بس دي تيجي مع الوقت فأنا بحط هامش يعرفني إزاي إن أنا أجسب ونعملها خطوة خطوة ولو إحنا هنحط الأرقام مكان الإكساد دي هتطلع معانا دراسة جدوى مبدئية لأي مشروع أن أبدأ أفكر فيه عشان أبدأ أخش وأصرف عليه وأشتغل عليه وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم دي حاجة بسيطة جدا دراسة سهلة جدا عشان أبدأ أفكر في المشروع مش بقول دي دراسة متكملة ولكن دي دراسة نبدأ إن شاء الله في مشروعنا نزود دخلنا بتساعد جدا على المشاريع اللي هي متناهية الصغر أو الأونلاين أو الحاجات اللي هي البسيطة جدا اللي محتاجة بس نجمع ونطرح فيها نشوف مكسبنا كام ونزود دخلنا فيها مش اللي هي الدراسات الكبيرة أوي وأي استفسار هنرد عليه اكتبوه في كومنت على الفيديو على قناة الخان كرافتس وهنرد عليه بإذن الله في أسرع ما يمكن ترجمة نانسي قنقر